اشتركوا في القناة ومن يقترح في اختبار الفصل الثاني سنتعرف على نص الوضعية ونحاول تقدم نموذجا عنها وفقا لمراحل كتابة التعبير الكتابي بدون اطلاع لنتعرف على نص الوضعية الذي يقول فيها السند منذ القدم استطاع الانسان ان يعيش مع الحيوانات الاليفة الا ان البعض يميلون الى افساد هذه الطبيعة بقتل الحيوانات واتلاف الغابات التعليمة اكتب نصا من 8 الى 12 سطرا تقدم فيه نصائح للانسان كي يقلع عن الافساد ويحافظ على الطبيعة موظفا اسما مجرورا ومسطرا تحته قبل ان يبدأ التلميذ بكتابة اي تعبير يجب عليه استخراجة العناصر وفقا لمراحل كتابة التعبير الكتابي التي كنت قد قدمتها سترك لكم رابط هذا الدرس اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف في المقدمة قلنا اما ان نعرف الموضوع او نكتبه في اتر قصة هنا يجب اخترت ان نعرف الموضوع اي سنقوم بتعريف البيئة في العرض يجب ان نجيب عن الاسئلة فهنا تذكر كيف يفسد الانسان في الطبيعة وننصحه بضرورة المحافظة عليها اما في الخاتمة نقدم دائما نصيحة زائد استشاد اخترت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء لاننا في الخاتمة سنتحدث عن الحيوانات بدون اطلال نستمع الى هذا النموذج كل ما يحيطنا من مباني او حدائق عامة او غابات او ارياف يعتبر جزء من البيئة التي ينبغي علينا المحافظة عليها تموت اليوم كثير من الحيوانات بسبب اهمال الانسان وتعديه على بيئته بقطع الاشجار وتلويث المياه بفضلات المصانع فتضطر الطيور الى الهجرة والحيوانات الى مغادلة مأواها بحثا عن بيئة انظف الا ان بمقدور الانسان اليوم ان يحد من هذا الافساد وذلك بتوفير محميات غابية وحراستها وتنظيم اوقات الصيد البري والبحري وتشييد مصانع بعيدا عن الغابات الحيوانات كائنات حي لها الحق في العيش بهنا فعلينا ان نرحمها بعدم التعد على اوساطها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء بهذا نكون قد انهينا هذا النموذج الذي اتمنى ان يكون مفيدا لكم في اختبار الفصل الثاني في الاخير اشكركم على حسن الاساء والمتابعة لا تنسوا الاشتراك على قناتكم التعليمية قناة التلميذ المتميز الى الملتقى الى اللقاء